كيف حالكم أصدقاء سعد الله كل أوقاتكم بيانات التضخم اليوم لم تستطع كسر جمود البيتكوين البيتكوين ما زال محافظ على منطقة السبعة وستين ألف كمنطقة دعم شو المتوقع بالنسبة لبيتكوين كل هذا رح نناقشه بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة تفعل زر جرس حتى يوصلك كل جديد إذا مهتم بتداول فوريكس والحصول على توصيات مجانية بتقدر تنضم عن طريق رابط إحالتنا لمنصة إكسينس ورح تنضم لفريق استسمع العقلك فوريكس المنصات الكريبتو اللي بنصح فيها موجودة بالوصف خلينا نتقل للتفاصيل البيتكوين أصدقاء سلبية الأسواق العالمية سلبية SP500 تحديدا ترمي بظلالها على البيتكوين نحن الآن متجهين لأغلاق شمعة أسبوعية سلبية ونموزج سلبي على الأسواق العالم كدنا بننتظر بيانات التضخم تعطينا دفعة أمل لكن بيانات التضخم صدرت في تباين ومع دعمة الأسواق بشكل كافي صدرت كمال متوقع لا تغيير يذكر على بيانات التضخم عندنا الإنفاق الشخصي على أساس شهري هو اللي فيه انخفاض بعض الانخفاض طفيف لكن باقي البيانات عندنا الكور بي سي اي عندنا ما فيه أي تغيير وهذا يلي رمى في ظلاله على البيتكوين لحد الآن البيتكوين أصدقاء المنطقة هاي عاملة مثل المغناطيس منطقة السبعة وستين ألف ممكن نعمل زيارة سريعة سحب السيولة وراح الراقب كيف رح يكون رد الفعل أثناء سحب السيولة مناطق سبعة وستين ألف يعني بما أنه سبعة وستين ألف شكلت لنا نقطة دعم ارتدينا أكتر من مرة منها فبالتالي كتير من الأشخاص رح يحطوا ستو بلوز أسفل مناطق سبعة وستين ألف في حال شفنا سحب سيولة أسفل مناطق سبعة وستين ألف والعودة بقوة والارتداد إلى مناطق سبعة وستين ألف خمسمية تداول جانبي هاي إشارة للصعود أما في حال شفنا كسر تأكيد الكسر يعني أننا فقدنا منطقة السبعة وستين ألف إذا منشوفها النموذج أصدقاء لكسره سواء من الأعلى أو من الأسفل عندك منطقتين مهمات كسره للأسفل ممكن يعطينا هدف أخير هو مناطق سبعة وستين ألف مو بالضرورة يوصل البيتكوين للهدف الأخير لكن كهدف أخير للنموذج هو مناطق سبعة وستين ألف أما في حال كسره للأعلى هدف صعودي هو مناطق الأربعة وسبعين ألف كهدف صعودي عنا أربع مليار دولار تصفى بمناطق الأربعة وسبعين ألف حكينا عنا بالسابق إلى الآن لم يتم تأكيد أي نموذج إذا أنت خارج السوق من الأفضل انتظار تأكيد الإيجابية تأكيد الإيجابية أصدقاء مبدئيا مبدئيا عنا أقفال واضح وصريح على مناطق تسعة وستين ألف ثاني شروط الإيجابية هي الأقفال أعلى هالمنطقة هاي إذا منشوف هاي الصورة أصدقاء بعد ما نكسر لحنا قناة هابطة ويكون عنا نموذج إيجابي دائما أعلى القناة بشكلنا نقطة مقاومة مهمة وبالفعل توقف البيتكوين عند أعلى القناة سابقا أنا حددت المنطقة من المنطق السبعين ألف أربعين إلى الواحي سبعين ألف خمسمية لاحظ سابقا كانت نقطة مقاومة وحاليا توقفنا عند نفس النقطة إشارة الصعود هي باختراق مناطق الواحد وسبعين ألف وخمسمية الإغلاق أعلىها ورح يتأكد عن الصعود تقدر تدخل والستوبلوز رح يكون في هالمنطقة هاي أول انتظار للهبوط لمناطق دعم توفرنا دعم جيد لكن المنطقة الحالية منطقة رمادية إذا منشوف من أثناء صعودنا من مناطق الستة وخمسين ألف بعد ما شدنا موجة تصحيح التصحيح ما تجاوز 0.5 في بوناتشي إلى 0.61 يعني هالمنطقة هاي كانت كفيلة برد السعر وكانت كفيلة بالعودة إلى مناطق 72 ألف أيضا إذا مناخد حاليا في بوناتشي من الموجة الحالية آخر موجة صارت عندي بالصعود بشوف أنا 0.5 في بوناتشي مناطق الستة وستين ألف يلي أصلا لحنا ما وصلنا له مناطق الستة وستين ألف إلى مناطق الاربع وستين ألف وسبعمية هاي المنطقة ممكن أيضا نراقب ردة الفعل منها لكن من الأفضل أصدقاء انتظار الخروج من هاي المنطقة المنطقة التداول الجانبي يلي في الغالب أشخاص كتير رح يخسروا فيها انتظار ردة الفعل أما رح نكسر بقوة للأسفل أو رح نأكد السلبية ونستقر أسفل السبعة وستين ألف وإن شاء الله رح نحدث النظرة أول بأول هيك وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى لعجابكم ما تنسوا تنضموا على قناة تليجرام حتى تشوفوا المسابقات يلي منعملها إلى اللقاء